أصدرت هيئة كبار العلماء قراراً فيما يلينصه اطلعت هيئة كبار العلماء في دورتها لسثنائية الخامسة والعشرين المنعقدة بمدينة الرياض اليوم الثلاثاء على ما يتعلق بجائحة كورونا وسرعة انتشارها وكثرة الوفيات بها واطلعت على التقارير الطبية الموثقة المتعلقة بهذه الجائحة المشمولة بإضاح من وزير الصحة لدى حضوره في هذه الجلسة التي أكدت على خطورتها المتمثلة في سرعة انتقال عدواها بين الناس بما يهدد أرواحهم وما بينه معاليه من أنه ما لم تكن هناك تدابير احترازية شاملة دون استثناء فإن الخطورة ستكون متضاعفة مبيناً أن التجمعات تعتبر السبب الرئيس في انتقال العدوى وبناء على ما تقدم فإنه يسوغ شرعاً إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان وتكون أبواب المساجد مغلقة مؤقتاً وعندئذ فإن شعيرة الأذان ترفع في المساجد ويقال في الأذان صلوا في بيوتكم لحديث بن عباس أنه قال لمؤدنه ذلك ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث أخرجه البخاري ومسلم وتصلى الجمعة ظهراً أربع ركعات في البيوت هذا وتوصي هيئة كبار العلماء الجميع بالتقييد التام بما تصدره الجهات المختصة من الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعاون معها والتقييد بهذه الإجراءات من التعاون على البر والتقوى كما أنه من الأخذ بالأسباب التي أمرنا الشرع الحنيف بامتثالها بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى